اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين إن افتتاح البرلمان ليس مجرد مناسبة ذو السورية لتجديد اللقاء بممثل الأمة وإنما نعتبره موعدا سنويا هاما لطرح القضايا الكبرى للأمة لا سيما التي تحظى بالاسبقية وقدر سعينا أن نركز اليوم على موضوعين هامين الأول يتعلق بإشكالية الماء وما تفرضه من تحديات ملحة وأخرى مستقبلية والثانية هم تحقيق نقلة النوعية في مجال النهوض بالاستثمار حضرات السيدات والسادة قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي صدق الله العظيم فالماء هو أصل حياة وهو عنصر أساسي في عملية التنمية وضروري لكل المشاريع والقطاعات الإنتاجية ومن هنا فإن إشكالية تتبيه الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاث صعبة يلأكثر حدة منذ أكثر من ثلاثة عقود وإننا نسأل الله تعالى أن ينعم على بلادنا بالغيث النافع ولمواجهة هذا الوضع بادرنا منذ شهر فبراير الماضي باتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف بهدف توفير ماء الشرب وتقديم المساعدة للفلاحين والحفاظ على الماشية وإدراكا منا للطابع البنيوي لهذه الظاهرة ببلادنا ما فتئنا نولي كامل الاهتمام لإشكالية الماء في جميع جوانبها وقد خصصنا عدة جلسات عمل لهذه المسألة تكللت بإخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020-2027 كما حرصنا منذ تولينا العرش على مواصلة بناء السدود حيث قمنا بإنجاز أغطر من خمسين سد منها الكبرى والمتوسطة إضافة إلى عشرين سدا في طول الإنجاز وكيفما كان حجم التساقطات خلال السنوات المقبلة فإننا حريصون على تسريع إنجاز المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج في كل جهة ومناطق المملكة ونخص بالذكر تكمال بناء السدود المبرمجة وجبكات الربط المائي البيني المائي البيني ومحططات تحلية المياه البحر بالإضافة إلى تأزيز توجه الهادف في اقتصاد في استخدام الماء لا سما في مجال الرأي حضرات السيدات والسادة إن مشكلة الجفاف ونذرة المياه لا تقتصر على المغرب فقط وإنما أصبحت ظاهرة كونية تزداد حدة بسبب التغيرات المناخية فما أن الحالة الراهنة للموارد المائية تسائلنا جميعاً حكومة ومؤسسات ومواطنين وتقتضي مننا التحل بالصراحة والمسؤولية في التعامل معها ومعالجة نقطة الضعف التي تعالي منها فقد أصبح المغرب يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي لا يمكن حل جميع المشاكل بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة رغم ضرورتها وأهميتها البالغة إذا ندعو لأخذ تشكالة الماء في كل أبعادها بالجدية واللازمة لا سما عبر القطع من كل أشكال التبدير والاستغلال العشوائي وغير المسؤول لهذه المادة الحيوية كما ينبغي أن لا يكون مشكلة الماء موضوع مزايدات سياسية أو مطية لتأجيز توترات الاجتماعية وكلناك مغاربة مدعوون لمضاعفة الجهود من أجل استعمال المسؤول وأقلاني للماء وهو ما يتطلب إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء وعلى الإدارات والمصالح الأمومية أن تكون قدوة في هذا المجال كما يجب الأعمال على التدبير الأمثل للطلب بالتوازع مع ما يتم إنجازه في مجال تابعة الموالد المائية أما إلى المدى المتوسط في يجب تأزيز سياستنا في مجال الماء وتدارق التأخر الذي يعرفه هذا القطع فواجب المسؤولية تطلب اليوم اتماد اختيارات مستدامة متكاملة والتحلي بروح التضامن والفعالية في إطار المخطط الوطن الجديد الماء الذي ندعو إلى التعجيل بتفعيله ونريد التركيز هنا على بعض التوجهات الرئيسية أولا ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أغثر طموحا واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال اقتصاد الماء وإعادة استخدام المياه العادمة ثانيا يطاع إناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشات المائية من خلال التسدي لظاهرة الضخ غير القانوني والآبار العشوائية ثالثا التأكيد أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطائية وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات وهو ما يقتضي التحيين المستمر للستراتيجيات القطاعية على ضوء الضغط على الموارد المائية وتطورها المستقبلي أرابعا ضررة الأخذ بعين الانتبار للتكلفة الحقيقية للموارد المائية في كل مرحلة من مراحل تابعتها وما يقتضي ذلك من التفافية وتوعية لكل جوانب هذه التكلفة حضرات السيدات والسادر يتعلق المحور الثاني لهذا الخطاب بوضوع الاستثمار الذي يحظى ببالغ استمامنا وإننا نراهن اليوم على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة لأنها توفر فرصة الشغل للشباب وموارد مختلف البرامج الاجتماعية والتنموية وننتظر أن يؤطي الميثاق الوطني الجديد الميثاق الجديد لاستثمار دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب لاستثمارات الخاصة الوطنية والاجنبية وهو ما يتطلب الاجتماعي العراقي التي لا تزال تحول دم تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي على جميع المستويات فالمركز الجهوية للإستثمار مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدمتها في مواكمة وتأطير حامل المشاريع حتى يخرجها إلى حز وجود وفي المقابل ينبغي أن تحضر بالداب اللازم من طرف جميع المتدخلين سواء على السعيد المركزي أو الترابي وعلى مستوى من راحل الآمال فقد مكنت الإصلاحات الهيكلية التي قمنا بها من تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال لكن النتائج المحققة تحتاج إلى المزيد من العمل لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية وتشجيع المبادرات الخاصة وجلب المزيد من الاستثمارات الأجدية وهنا نريد التركيز مرة أخرى على ضرورة التفعيل كامل لمثاق لا تمركز إداري وتبسيط ورقمنة المساطر وتسهيل الولوج إلى العقار وإلى الطاقة الخضراء وكذا توفير الدعم المالي لحامل المشاريع ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا كوجهة للاستثمار منتج ندعو لتأزيز قواعد المنافسة الشريفة وتفعيل آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات في هذا المجال وبما أن الاستثمار وشأن كل المؤسسات والقطاع الخاص فإن نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع والتحلي بروح المسؤولية للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد ويبقى الهدف الاستراتيجي هو أن يأخذ القطاع الخاص المكانة التي يستحقها في مجال الاستثمار كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني والمقاولات المغربية ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية مدعوة إلى تشكل رافعة لاستثمار وريادة الأعمال كما أن قطاع البنكي والمال الوطني مطالب بدعم تمويل الجيل الجديد من المستثمرين والمقاولين خاصة الشباب والمقاولة الصغرى والمتوسطة وفي هذا السياق نجدد الدوعة والدعوة لأعطاء عناية خاصة للاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج وللتحقيق الهداف المنشودة وجدنا الحكومة بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي لترجمة التزامات كل طرف من تعاقد وطني للإستثمار ويهدف هذا التعاون لتعبئة 550 مليار درهم من الستثمارات وخلق 500 ألف منصب شغل في الفترة بين 2022 و2026 حضرات السيدات والسادة لا يخفى عليكم دور المؤسسة البرلمانية في مجالات التشريع والتقييم المراقبة في الدافع قدما بإشكاليات الماء والاستثمار وبمختلف القضايا والانشغالات التي تهم الوطن والمواطنين فكونوا رعاكم الله في مستوى المسؤولية الوطنية الجسيمة التي تتحملونها لاسيما في الظروف الوطنية والتقلبات العالمية الحالية وحيرو الختام قوله تعالى وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فتق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خطاب ملكي سامي في افتتاح أشغال البرلمان يشكل خارطة طريق للمرحلة القادمة وموعد سنوي هام كما قال جلالة الملك حفظه الله لطرح القضايا الهامة للأمة وهنا تحدث جلالة الملك عن إشكالية الماء وما تفرضه من تحديات ملحة ومستقبلية ومجال النهوض بالاستثمار ودور المؤسسة التشريعية في ذلك نودعكم سيدتي وسادتي